بس بالغالبية الغالبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية ممكن يكون اي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الاسباب اللي عم مش عم تسمح له انه يتقدم بالعلاقة او بالتواصل بينكم انه هو يمركز كتير على الهدف النهائي او يمركز كتير على الصورة الاكبر لانه ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف ايضا طاقته نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور او شخص مندفع باتخاذ قراراته ايضا شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس انه هو يحتاج يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير او هالشخص كتير بيركز على تحقيق اهدافه وطموحاته يعني بيتقدم لتقدم وبطريقه ممكن يجرح اشخاص انت بتحس هيك ايضا هالشخص ممكن يكون انت انضج منه عقليا او فكيا لانه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها ايضا هالشخص من النوع اللي هو اذا اشتغل ما فيه عنده الصبر فيه عنده طاقة ولكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لانه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهور باشي معين اذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده اياها بسرعة هالشخص بيميل و بيركز على اشياء صعب انك تجذب تركيز هالشخص او تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسه بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما فيه عنده خط واضح يمشي عليك ايضا عمشوفو مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون هالشخص اجاب عروض حب وهو عم يفكر باشياء بالماضي او ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز علي بيمر فيه حاليا يعني ممكن هو مش سامح لحاله انه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لانه مركز كتير على الامور اللي صارت بالماضي فدائما كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستخدل بيعود تفكيره الى الماضي يعني اوضوناتكلي تلقائيا بينغلق عاطفيا باي علاقة جديدة عمشوفه لكن عمشوفك انضج منه فكريا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن ايضا ممكن يكون هالشخص اصغر منك بكبه سنة ايضا طيب شو ممكن واحدة من الاسباب اللي قدت الى الخلل بينكم او كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها اغلبكم هاففة اغلبكم ما في عندكم ايمان وما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الاخر بشريك الاخر لحتى تسمحوا انه العلاقة تطور الى الامان امشوف الاغلب منكم في عدو الصعوبة انه يثق بالعلاقة مئة بالمئة او يعطيها اهتمام مئة بالمئة ايضا او عمشوف انه اه فيه شخص بينكم هو متحكم اكتر بالامور او فيه شخص يحب السلطة اكتر من الشخص الاخر شخص شخص يحب هو اللي يكون متحكم للامور واحدة من الاسباب اللي اللي ادت الى الخال بينكم انه فيه طرف عم يحس انه مظلوم عم يحس انه ما فيه توازن بالاخذ والعطاء عم يحس انه هو اللي عم يعطي اكتر من الشخص الاخر طبيعة العلاقة بينكم نارية كتير يعني انتو فيه بينكم تجاذب كتير عالي ولكن فيه شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة وبيحب هو اللي يكون متحكم كونترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه او فيه طرف بينكم هو كونترول فيك وبيحب التحكم كتير نشوف خطوتك بالمستقبل فينكس رايزنج عم تشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل الى نقطة الصفر يعني بس توصل الى الحضيد هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت اكتر او تخرب عليك الامور اكتر اللي هي بتطلع انت بتنطلق او امورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة او عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل الويل او عجلة الحظ عجلة المستقبل فهاي هي اللي الشفت اللي رح تصير او الانتقال النقلة اللي رح تصير فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادم رح يصير فيها عندك نقلة بالذات من ناحية المشاعر لانه الكرتين هون عندي هاي هاي اكتر 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 رح تاخد الامور بعفوية اكتر مش مش رح 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 تحاول انك تكون كتير تشغلوا فعلا تسلقة والطاقة بتكون واقفة ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع او بيصير مثل تحليل للموضوع بفهم للفكرة فهالشخص رح يحاول انه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة اكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم اكتر وايضا همشوفوا يعني رح يعمل سلف رفلكت او رح يشوف هو وين اخطأ بالعلاقة شو كان دوره بانه صعب العلاقة او صعب التواصل بينكم همشوفوا اكتر رح يكون في عنده سيمبثي او تعاطف مع الموضور ايضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة او من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة هالشخص عمشوف انه يفكر بالمستقبل يحط مجهود اعلى ايضا كينغ اوف كوبس كينغ اوف كوبس هيدا اكتر شخص ناضج او مشاعره العاطفية بتكون ناضجة لانه كينغ يعني اعلى مركز او اعلى مستوى فعمشوفه من الناحية العاطفية تقريبا من بعض منكم رح يصير فيه التزام جدي بهات ثلاث الكوت رح يصير فيه ارتباط جدي لانه لانه في عندك كوبس يعني فيه اشي مثل تكوين اسرة مثل هالشخص عم يحلم باسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وايضا عندك كينغ اوف كوبس يعني هالشخص مشاعره العاطفي رح تنضج اكتر في عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني فول كارد هو اول كرت في بداية رحلة التاروت ف طاقته الحاليا عم شوفه الحالية هي طاقة عفوية اكتر طاقة فولية اكتر ولكن بالمستقبل عم شوف انه هو شخص يعني رح يوصل الى مرحلة من النضوج العاطفي ايضا هالكرت بيبين انه في عنده بداية معك جديدة وفيها نوع من الاستثمار مشان هيك انا بحكيلك انه ممكن يكون ارتباط جدي لانه عندك اي سوف بنتغلز يعني فيه طاقة ارضية فيها اشي من الاستثمار مجهود بهالعلاقة مجهود جدي بهالعلاقة يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير الى المدى البعيد مش فقط الى المدى القريب او شو اللي عم بيصير حاليا لانه هالشخص هون ما عنده اي حساب الى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عنده الشخص عمشوف انه هو ناضج اكتر عميفكر الى المستقبل بالنسبة بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم وطاقة المشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه انت وهالشخص من انه ما تماثلوا في حل بعض الامور او ما تأجلوا بعض الامور اذا فيه اشي انت عم تحس فيه صارح هالشخص الافضل انه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص ايضا البعض منكم اللي عم يتأخر او عم يحاول يتجنب بعض الامور بحل هالعلاقة فيه عندك يعني فيه تدخل رح يصير قدري بانه يغير الامور ويغير المسائل بينكم فيه عندك ايضا اكتمال كارما من نوعا ما اكتمال دائرة فرح تفوت انت وهالشخص بي بمرحلة جديدة او المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير فيه عندك اس وفيه عندك اس فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة اقريبا ثلاث الوراق بدايات جديدة ايضا عندك تواصل سريع هون فيه بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين او اني مش عميحكوا مع بعض فيه بدايات رح تكون من الناحية العاطفية فيه بينكم رح يكون ايضا او شغف كتير بالعلاقة لانه عم شوف اغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فالتايم اوت او الوقت المستقطع اللي اخدته هو اللي سمح لانك وسمح لانه انه يفكر بالموضوع ويدرس الموضوع صح وعم شوف انه بالمستقبل هالشخص يعني رقم نتوصل الى استنتاج انه هو بده بالفعل انتو تعقدكم بالمستقبل بدكم بالفعل انه تكونوا مع بعض فيه عندك بداية جديدة وفيه عندك ايضا تواصل سريع ف فيه عندك ايضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويل وفورتشن فيه عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة او تغيرات سريعة فما تحاول انه تبطئ الامور اذا انت بمرحلة عم تحس او اذا هالشخص قدم للك عرض عاطفي وانت عم تحاول انه يعني تاخد وقتك في حل الامور او عم تحاول انه تماطل في الامور مع انك بتعرف شو اللي انتو تريده انا بمسحك يعني تتخذ قرار اسرع من هيك فقط اذا انت بتعرف شو اللي بتريده لانه عم شوف كرة النصيحة هون بيحكي لك لا لا تتأخر في حل الامور لا تتأخر في المسارحة او بيحي الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فانت بتفهم شو هو الموضوع اللي انت عم تماطل فيه حاليا وحاول انك ما تتأخر حاول انك تاخد خطوة لانه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع بيجوز انت اللي عم تعرق لها التواصل بيجوز هالشخص بده البداية جديدة وانت اللي متردد او عم تتأخر في اخذ القرار اوكي حباري بورش اللي عقرب بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رحشوفكم في الفيديو شكرا